ما فتأ العالم يتعافى من العجاف الاقتصادي المتواصل لسنتين حتى بدأ يدخل في موجة جديدة من الجائحة الصحية المترافقة مع أزمة تدخم تاريخية في أسعار جل المواد والسلع الغذائية رسمة لأزمة غذائية متفاقمة تعصف بأزيد من ثلاثة ملايير شخص من الذين يواجهون عجزاً في شراء حاجياتهم الغذائية وعلى ذلك النحو يوجد نحو مليار شخص على مشارف العوز الغذائي وفقاً لأحدث تقديرات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الهيئة الأممية التي تتخذ من روما لإيطاليا مقراً لها استندت تحضيراتها على تكهنات مفادها تراجع مداخل نحو مليار شخص بحدود الثلثة ما يمثل نحو 40% من سكان المعمورة كتحصيل حاصل عن عودة شبح الشلل الاقتصادي بفعل سياسات الإغلاق العام وما يترتب عنها من توقف سلاسل التوريد والإمدادة تحضيرات الذراع الأممي في تحقب الوضعية الغذائية والزراعية عبر العالم لم تتوقف هنا بل امتدت إلى توقعات بشن ارتفاع أسعار الأغذية الموجهة لأكثر من 845 مليون شخص على خلفية الزيادة القياسية المرتقبة في أسعار المحاصل الواسعة لاستهلاك عبر القارات الخمسة تكهونة مقلقة تجد في التضخم الحاد لأسعار الغذاء مبرراتها بارتفاع 8 جل المواد الأكثر استهلاكاً لأعلى مستوى لها منذ أكثر من حقت بتسجيل أسعار القمح لذروتها منذ 13 عاماً في حين زادت أسعار البن بشكل ملفت لتصل لأعلى مستوى لها منذ سبع سنوات ترجمة نانسي قنقر